موسيقى السرعة في 2018 كان ضرب نار بين واوي و اوبو دخلت عليهم شاومي بتسعيرها العنيف تقوم واوي تسكت لا طبعا امت جايبة اونر بتسعيرها العنيفة كمان وفضلوا يعلوا على بعض في التسعير وفضلت اوبو بسلسلة الاف زي ما هي لحد ما لقيت السرعة اشتد خلاص وراحت جايبة لهم ريال مي عشان يعلي عليهم كلهم في التسعير ويجيب لينا ريال مي تو برو بتسعير اعرف منهم كلهم موبايل بتمانية جيجا رام ومطاقة يكون تحت الخمس تلاف جنيه او في حدود الخمس تلاف جنيه فخلينا في الفيديو ده نشوف مميزات وعيوب الريال مي تو برو ونعرف عنه كل التفاصيل اللي انت محتاجها قبل ما تاخد قرار الشراء او عدم الشراء السلام عليكم انا احمد نتحد من فوم فيريو ولو انت مهتم بالمواضيع التقنية فالقناة دي بتقدم مراجعات موبايلات ومواضيع تقنية عامة فاشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوات الجديدة ولعاوست تعرف موظفات الموبايل ده بشكل كامل هتلاقيها تحت في الدسكريبشن من موقع عدة دوتكم ولا عاوست تشتري الموبايل ده هتلاقي رابط شراء الموبايل ده تحت في الدسكريبشن ولا عاوست تشتري اوفلاين هتلاقيه في محلات الباشا ويلا بينا نبدأ الفيديو ونبدأ اول حاجة بالتصميم الموبايل بيجي بتصميم من البلاستيك بالكامل بس بشكل يدي ايحاء انه مزيج من المعدن والزجاج لانه بقطار مطفي وظهر لامع وبيعمل العنكسات كده شكلها جميل جدا برغم انه موبايل بلاستيك الا انه قوي جدا في الايد الظهر اللامع ده زي ما بيدي شكله رقي كمان بيخالي الموبايل جذاب جدا للبصمات والتراب بذات اللون الاسود اللي معايا وكمان بيبقى سهل خاتشو فإفضل تحطه في الكافر السيليكون المرفق معا زرار الموبايل البار على اليمين والصوت على الشمال ملحوظة انه زرار البار بتحسه بتحرك من مكانه شوية على عكس زرار الصوت السبتة وزن الموبايل مية اربعة وسبعين جرام وسمكو تمانية وخمسة من عشرة ملي متر ده بيخليه تخين شوية الشاشة بقى ستة وتلاتة من عشرة بوصة بدقة فول اتش دي بكثافة بيكسلات ربعمية تمانية بيكسل في البوصة من نوع اي بي اس وعليها طبقة حماية جوريلا جلاس تري وفوق ده كله محطوطة جاهزة المميز في الشاشة انها بتصميم وحوافها قليلة جدا بتخليك تستمتع بتجرية المشاهدة على موبايل بشكل كبير جدا الشاشة بتستحوز على اربعة وطوانين في المية من مساحة الموبايل والتجربة دي بتكمل بألوان كويسة وسطوع قوي بيخليك تشوف كويس حتى برا البيت وتجربة المشاهدة مش بتكمل من غير صوت وهنا فعلا الصوت نقي وفي قدر كويس جدا من العمق والتكسيم وكعلو فهو برضو كويس جدا ودي تجربة سماعة المكالمات ممتازة وعالية يو بتخليك تسمع كويس حتى لو في دوشة حواليك المايك ممتاز في المكالمات وفي تسجيل الصوت كمان وطالما اتكلمنا عن المكالمات في خلينا نذكر ان الموبايل في ميزة معرفة اذا كان الشخص اللي انت بتكلمه في مكالمة ولا لأ يعني لما تتصل والشخص بيتكلم بيظهر لك رسالة انه في كمان في تسجيل مكالمات بشكل افتراضي في النظام وده بين انه للشبكات اللي كانت ممتازة هنا ومواجهتش فيها اي مشكلة في انه المكالمة مسلا تفوتني او الشبكة تقع او مسلا الواي فاي مش كويس او الداتا مش سابتة لأ ما كانتش فيه اي مشكلة من مشاكل دي وكانت الشبكة ممتازة جدا طبعا الموبايل هنا فور جي والشريحتين بيدعموا فور جي وفوق ده فالسوفتوير هنا بيدينا ميزة بتخيل الموبايل بين اللي واحده بين الشبكات القوية لما يلاقي الشبكة اللي انت عليها ضعيفة سواء واي فاي او داتا ننتقل للكاميرات وهنا عندنا كاميرا خلفية ستاشر ميجابيكسل بفتحة عدسة مع كاميرا ثانوية اتنين ميجابيكسل للعزل وكاميرا امامية ستاشر ميجابيكسل برضو بس الفتحة عدسة اف تو بوين زيرو بيدعم تصوير فيديو فور كي بالخلفية وفول اتش دي بالامامية اول ما تاخد صورة بالكاميرات هنا بالليل او الصبح هيكون انطبعك ان الصور حلوة الكاميرا بتطلع صور بالوان طبيعية مظبوطة وبتفاصيل جيدة وده هناك رينج كويس في الاضاء الليلية بتقدر برضو تقدم صور مقبولة لكن بالتأكيد التفاصيل بتقل وبدأ شوية نويز كده في ظروف الاضاء السيئة جدا السيلفي برضو نفس الموضوع الوان حلوة طبيعية حدة كويسة ودايناميك رينج كويس وتفاصيل متوسطة في ميزة البورتريب الخلفية والامامية شغالة كويس بالكاميرا الخلفية وفيها مميزات انك تقدر تختار نوع الاضاءة لكن الامامية مش احسن حاجة ده تصوير بالكاميرا الخلفية لريال مي تو برو على فول اتش دي في ضوء النهار بتشوف بقى الالوان الصوت بتاعي قد ترى واضح الفاضح الاكتزاز في ميزة هنا انت تقدر تعمل زون تو اكسو انت في الفيديو برضو ميزة هنا يلا يلا دي تجربة فيديو للكاميرا العامية لريال مي تو برو وانتقدروا تشوفوا الالوان الصوت الالتجاز الكلام ميزة تعمل في ضوء النهار هذا دي وعي تظهر ده يلا يلا الخلاصة هنا ان الكاميرات مميزة لكنها مش الافضل في الفئة السعرية دي ننتقل البطارية وهنا عندنا تلات تلاب في خمسمائة ميلي امبار وبرغم ان الرقم ده مش عملاق الا ان اداء البطارية هنا كان عملاق بالنسبة لرقم ده فالوال قدر يديني يوم كامل من الاستخدام للطبيع بتاعي اللي هو ما بين واي فاي وداتا نص اليوم ونص اليوم وما كنتش بطرش حين ومرة في النص للاسف وجهة ابو ما في عشان احنا نشوف في السكرين اون تايم لكن في العادي انا بعمل في اليوم تقريبا من ستة لثمان ساعات سكرين اون تايم وده يخلي اداة البطارية هنا فوق المتوسط البطارية بتتشاهم في حوالي ساعتين بالشاحن المرفق مع الموبايل الى اتنين امبار الموبايل فيه جي بي اس والجي بي اس شغال بشكل ممتاز جدا ودقيق جدا في تحديد مكانك وكمان في بوصلة بتحدد تجاهد بشكل كويس جدا بالتالي تجربة في الموبايل المثالية ننتقل لوسائل الحماية وهنا عندنا البصمة الخلفية السريعة جدا جدا والدقيقة جدا وفيه ده معنا الفيس ان لوك والفيس ان لوك هنا شغال بالكاميرا الامامية مع السوفت وير لكنه مع ذلك سريع جدا برضو الموبايل بقدر انه هو يفتح لوحده اول ما تشيله من جيبك وتوجهه ناحية وشك فبتلاقي الموبايل نور ولقى توشك وفتح على طول وفيه امكانية ان انت تخلي الفيس ان لوك عامل زي الايفون كده اللي هو انت لازم تسحب لأعلى عشان الموبايل يفتح بعد ما يلقط وشك او اول ما يلقط وشك يفتح على طول وطبعا عشان الفيس ان لوك شغال بالكاميرا ففي الاضاة ضعيفة قوي مش بيكون كويس قوي لكن الموبايل هنا بيعلي اضاة شاشة قوي بالليل عشان يقدر ان هو يلقط وشك وفعلا بتشتغل بشكل كويس ننتقل للاداء هنا عندنا معالج سناب درجم ستتمائة ستين معالج ثمانين نواة بانوية من نوع كرايو تنتين وستين بيجي باربع انوية بتردد اتنين جيجا هيرتز واربع انوية بتردد واحدة ثمانية من عشرة جيجا هيرتز وده بيدينا اداء قوي وفي نفس الوقت بيحفظ الطاقة عن طريق ان هو يتحكم في استخدام الانوية حسب الحاجة لها والمعالج ده مبني على دقة تخصينية اربعة تراشر مهانومتر المعالج بيجي بمعالج رسومي ادرينو خمسمائة اتناشر وده يعتبر افضل معالج رسومي في الفئة المتوسطة مقارنة باللي موجود في الكيرن سبعمائة وعشرة او الاسنام لاجون ستتمائة ستة وتلاتين او الهيليو بي سكستي الموبايل بيجيب على انتوتو حوالي مية وتلاتين الف نقطة مع المعالج ده بقى بيجي نسختين من الموبايل نسخة تمانية جيجا رام مع مية تمانية عشتين جيجا ذاكرة داخلية ودي تقريبا بيتيجي في حدود الخمس تلاف جنيه وايوة خمس تلاف جنيه السعر ممتاز جدا على تمانية جيجا رام في حين ان اغلبية المنافسين في الفئة السعرية دي بيجوا اربعة جيجا رام تقريبا اللي هو تحت الخمس تلاف جنيه وفي نسخة تانية تحت الاربعة تلاف جنيه تقريبا وهي هتكون اربعة جيجا رام واربعة وستين جيجا ذاكرة داخلية ودي برضو تسعرها ممتاز في وجهة نظري عمليا بقى في الموبايل اداء خرافي والسالس جدا ما فيش اي لاج يذكر وفعلا التمانية جيجا رام عاملة شغل ممتاز التطبيقات بتفتح بسرعة ممتازة وكمان التنقل بين التطبيقات ممتاز وفيه سلاسة عموما في التنقل بين قوائم النظام ما فيش اي مشكلة في وصول الاشعارات او ان الودجت مسلا ما تشتغلش الخلاصة ان الاداء هنا ممتاز جدا العلعاب بقى في الموبايل زي بقى الموبايلات في الفئة السعرية دي بيشغل تقريبا كل العلعاب متوسطة وصفيفة اما العلعاب التقيلة شوية زي مسلا بضي فبيشغالها على ادادات متوسطة وما كانش فيه سلحونية تذكر سواء اسناء العلعاب او سواء الاستخدام اشتركوا في القناة ننتقل بقى للسوفتوير بس قبل ان ننتقل للسوفتوير ففيه مراجعة كاملة مخصصة للمكففين هتلاقي تحت في الدسكريبشن من قناة اندرويد فور بلايند هنا عندنا اندرويد اوريو 8.1 على وجهة كالر اس 5.2 الوجهة دي تطور من اكتر الوجهات المستقرة واللي ما فيهاش بقز واللي حد كبير جدا بتقدر انها تستغل موارد الموبايل وكمان بتقدر تحفظ الطاقة بشكل كويس جدا لكنها قبل كده كانت شكلها شبه الاي او اس بشكل كبير جدا وكان فيها عيوب كشكل وكاستخدام لكن مع التحتزات الاخيرة فالوجهة تحسنت جدا عن زمان لكن لسه في شوية مرحظات كده فخلينا ناخد جولة في الوجهة دي خلينا في الاول نشوف شكل الوجهة عاملت زي الوجهة زي ما انتو شايفين مفيهاش دورك تطبيقات كل تطبيقات بتبعها على الشاشة الرئيسية لما تيجي تشدها على الشمال خالص بتلاقي حاجة اسمها سمارت اسيستنت بيظهر فيها شوية حاجات سريعة تقدر تعرفها مسلا زي الطاقس زي الخطوات اللي انت مشتها تقدر تحط هنا اللي هي الناس المفضلة جدايك وكمان حاجات سريعة تقدر تدوس عليها زي مسلا جوجل او تتحول العملات باللاقي تطبيقات الخاصة بالنظام زي مسلا بيظهر لنا الطاقس والمعرض وفيه تطبيق مزيكة وفيه فايل مانجر وفيه فون مانجر ده تقدر انت تنظف الموبايل بتاعك من الكاش مسلا او الملفات اللي معاش لازمة وفيه حاجة هنا مميزة اسمها تقدر تخش عليها فتقدر تشيل الملفات اللي معاش لازمة من الواتساب طبعا واتساب عروف ان هو يملى الموبايل دعيتنا صور وفيديوهات من الناس بتبعاتها فتقدر تشيلها من هنا بكل سهولة حينا نشوف ابرز المميزات بقى اللي عجبتني في الواجهة دي واول حاجة عجبتني هي حاجة اسمها ودي فيها كده ميزة اول ميزة طبعا انها بتمنع التنبيهات بالتالي تخلي التنبيهات ما تضايقاش وانت قاعد بتلعب تاني حاجة بتخلي تعمل له عشان ما يطالش يطلع وانزل اخر حاجة بتقفل كل تطبيقات في الخلفية وتركز كل موارد الموبايل على اللي عرب عشان تديك احسن اداء التاني ميزة عجبتني حاجة اسمها ودي مموازات ودي وضع اللي انا احط فيها صور او مرفات صوت او اي دوكمل سانعاوزها او اي حاجة انا عاوزها هنا بالتالي محدش يقدر يفتحها غيري غير بباس كود انا بحطه او بالبصمة او بالفيس انلاك كان في ميزة لو انت عندك اطفال فتقدر تدي اطفالك الموبايل على طريق على دي عشان ما حدش فيهم يقدر يبعط رسائل او يستخدم تطبيقات انت مش عاوزها او انهم يلعبوا لك في الموبايل فيغيروا مسلا حاجات في النظام كل ده مش هقدروا يعملوا طول منتحاتهم في فوق ده كلك دي حاسمها دي تقدر انت تقفل الخضاءات اللي انت عاوزها بباس كود او بالبصمة او بالفيس انلاك ومحدش يقدر يفتحهم غير بالباس كود ده على سبيل مسال تطبيق الفوتوز مسلا هتلاحظوه نورة بفتح كده فتح بالفيس انلاك كان من موضات السيكوريتي انا كده عاسمها سكير كيبورد اول ما بتيجي تكتب اي باسورد بتلاقي كيبورد ده ازخر لك وفود ان كيبورد ده يعني اي حاجة بتكتبها هنا بتبقى سكيور ومتبقى لحدش بيقدر ياخدها او يحد يقدر يسجلها فبالتالي بتبقى في امان وانت بتاقي البصر وتدعك نقطع بقى بره موايزات سكيوريتي ونروح للموايزات التانية من اكتر المميزات اللي عجبتني هنا هي انا قدر اخصص باي شكل ممكن اغير ترتيبهم او حتى اخلي فيه وحتى ممكن اخليها بكذا طريقة مختلفة من المميزات التانية حاجة اسمها ودي اه اللي هي لما عاملة زي كده لما بتفعلها بتخلي فيها نابول فتقدر تعمل حاجات معينة زي باك وكده يعني من الحالة تبقى الحلوة جدا في الوجه دي حاجة اسمها حاجة كده شبه بتاع سامسونج اه بتقدر انت تشده من هنا كده فيظهر لك تطبيقات سريعة تقدر تستخدمها وفي بعض التطبيقات تطلع زي بوبا بويندوز زي ايه مسلا تبقى تفتح مسنجر مسلا تظهر لكن له بوبا ويندوز عامية في حاجة اسمها تقدر انت تحط كتيرة والشاشة مأفولة فمسلا في دول تاب عشان تفتح الشاشة في مسلا انت ترسم عشان تفتح الكاميرا تعالى نجرب كده دول تاب عشان تفتح الشاشة طبعا احنا عملينا فقط ففتح على طول في ميزة عشان نفتح الكاميرا فتح الكاميرا من المميزات التانية هي وضع او وضع القيادة انت هو انت سور العربية بتاعتك تقدر انت اتفعله وبالتالي يبعط لك تنبيئات اقل فهي يقلل تشتيتك وانت سايق العربية. طبعا فيه مميزات تانية. من المميزات اللي يمكن مش عارفها لكل لوقتي لكن هي وانت تتفرج على اي فيديو على اليوتيوب ساعات لما بيزهر لك بيخبي الفيديو يقعد يزحاجك. لكن هنا مش بيخبي الفيديو بيخلي بتطلع بشكل صغير مش يباين قوي. طبعا من المميزات هنا برضو ان انت تقدر تعمل للشاشة بشكل اساسي في النظام وبردو الطويلة والكلام ده كله. كده خلصنا المميزات خلينا نخش في العيو وهي ابرز عيو تقريبا هي في اول حاجة برضا يبانتش يقفين هنا برغم من النوتش صغيرة الا انها ما بتظهرش اي اه تنبيه يعني مشتلاقي اي 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 كونات للتنبيهات. وده بيخليني كتير يفوتني تنبيهات او كتير مبقاش ملاحظ اللي فيه تنبيهات جات لي بسبب انها مش ظاهرة هنا. فوق ده كله بحس ان الشكل هنا مش منظم او بحس ان فيه حاجة غلط ده. يعني هو محتاجي لحاسنا اكتر وان كده شوية. وفي حاجة كمان ان انت لما تجيب تستخدم الموبايل باللغة العربية تلاحظ ان فيه بعض الترجمات مش مكتوبة بشكل صحيح او مكتوبة بشكل غريب شوية. على سبيل مسلا حيات من اللحظتها حاجة هنا اسمها هتلاقيها بالعربي من الترجمة بشكل غريب مكتوب. الزهار اشعارات الاشعار حاجة كده. فالترجمة العربية هنا مش كويسة قوي. وبرضو فيه هتلاقي دي من الترجمة بشكل مختلف او بشكل غريب شوية. فهتلاقي الترجمة العربية محتاجة شغل زيادة عن كده. بس تقريبا دي كانت ابرز المميزات تحت الوجهة وابرز العيوب اللي انا شايفها في الوجهة وجولة سريعة في الوجهة. نيجي بقى للتوكيل وخدمات ما بعد البيع. التوكيل وخدمات ما بعد البيع هتكون هي هي خدمات اوبو. يعني هو هو نفس التوكيل ومراكز خدمة اوبو هي هي نفس مراكز خدمة بالتالي حسب ما انا بسمع فخدمة ما بعد البيع لابو تعتبر سمعيتها كويسة جدا. فبالتالي النقطة دي تعتبر ميزة بالنسبة لعتمادية الموبايلات فزي ما بقول قبل كده ان ما فيش حد يقدر يتوقع اعتمادية موبايل او ما فيش حد يقدر يتوقع الموبايل هيعود معك قد اي من غير ميبوز لان في الاخر ده عمل بشري ووارد فيه الاخطاء. لكن عموما موبايلات تتصنع في نفس مصانع اوبو. وموبايلات اوبو معروفة في السوق وليها سمعة كويسة جدا من ناحية الاعتمادية ومن ناحية انها اقل الموبايلات اللي بيزر فيها عيوب او اقل المرتجعات. بالتالي برضو دي نقطة ممائزة للموبايل. اخيرا خلينا نتكلم عن الاضافات والمستشعرات. وعندنا هنا جيروسكوب بصلة تقارب تصارع عدد القطوات ومستشعر الاضاءة. الموبال بيدعم لكن لازم تفعله من الاعدادات. وفيه منفذ منفصل من ميموري وفيه منفذ للسماعات. لكن للاسف ما فيهوش راديو ما فيهوش لمبة اشعارات ومنفذ الشحن هنا هو منفذ شحن مايكرو يوز بي عادي. الموبال بيجي معد في العلبة ملزوع على الموبايل جاهزة وما فيش معاها سماعات. الخلاصة ان احنا قدام موبايل نقدر نقول عليه بكل ارياحية واحد من افضل القيارات اللي ممكن تشتريها سواء تحت الخمس تلاف جنيه او تحت الاربع تلاف جنيه للنسختين. لانه تقريبا بيقدم لنا باقة شبه كاملة. بمعالج قوي واداء سالس وغطرية كويسة وكاميرات كويسة مع تصميم الشاشة وكما مش هتخسر ولا منفذ ولا منفذ سماعات. وفوق ده كله هتاخد تمانية جاجا رام في فئة سعرية اغلبية منافسينها باربعة جاجا رام بس. يمكن تصميم البلاستيكي وعدم دعمه للراديو وشوات ملعوطات اللي قلناها على بالزاد في الاشعارات تعتور ابرز عيوب الموبايل. لما تبصوا على المنافسين هتلاقي قدامنا والنوفا سري اي. وهما الاتنين بيقدموا تصميم افضل. لكن في وجهة نظري بيقدم باقة افضل. المنافس التالت هو والشاومي برضو بيقدم تصميم افضل وكاميرا تعتبر الافضل في فائتها السعرية بالنسبة لي. لكن هتضحي بهدفون جاك ومنفذ منفصل للميموري. وكمان هتلاقي رام اقل. دي تعتبر اخر مراجعة هعملها في الفين وطمانتاشر. وقدر بكل اريحية انصح بالموبايل ده اي حد رايح يشتري موبايل تحت الخمس تلاف جنيه او موبايل تحت الاربع تلاف جنيه. طبعا بعد ما يتأكد ان هو هيلبي احتياجاته ومطلبه. وللعيوب بتاعته مش هتأثر معاه. في النهاية الموضوع بيرجع لك انت واختياراتك الشخصية والباقة اللي بتفضلها احسن. والوجهة اللي انت بتفضلها. لكن لو انا ساعتك تختار فرابط شراء الموبايلات ده هتكون تحت في لو اشتريت منه هتكون بتدعمني. وممكن تلاقيني على تويتر لو عايز تسألني على اي حاجة انا برد على تويتر. كمان هتلاقيني على جروب الفيسبوك وعلى فيسبوك انستجرام تليجرام سلام.